لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار ليوم الأحد الثامن من ربيع الأول لعام 1437 للهجرة الموافق العشرين من ديسمبر لعام 2015 للميلاد نقدمها لكم من موقعي أنا السلافي قال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إن ترخيص الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلافية بالخطابة لم ينتهي ويتبقى له اليوم وغدا مؤكدا أن وزارة الأوقاف لا تقوم على الإقصاء وأن تجديد ترخيص الدكتور ياسر برهامي وغيره من القطباء يتم وفق لجنة مخصصة لهذا الأمر وأن هذه اللجنة ستصدر قرارها خلال أيام وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح أون المذاع على فضائية أون تيفي اليوم الأحد حول مواقف الشيخ ياسر برهامي هو يحمل مؤهلا أزهري وتم مقابلته بلجنة عالية المستوى من أساتذة الجامعة فتم اختباره في الخطابة والتفسير والحديث واجتازها جميعا وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن هناك لجان متابعة لأداء جميع الخطباء والآئمة وليس للشيخ ياسر برهامي فقط صرح أحمد جاد المتهم بمنع خطيب الأوقاف من الخطابة في مسجد أولياء الرحمن بمساكن الزواج الحديث بالزاوية عبد القادر بالعامرية بأنه كابن من أبناء الدعوة السلفية ملتزم بخطها العام من الالتزام بالقانون والتعاون مع وزارة الأوقاف وأن المسجد ليس له خطيب ثابت من الأوقاف وأن مديرية أوقاف العامرية ومنذ ثلاثة أسابيع فقط بدأت ترسل خطيبا للمسجد وكان مدير أوقاف العامرية يتصل لكي يعلمنا بالخطيب القادم فنحسن استقباله وهذا في الثلاث جمع الماضية بشهادة الجميع وأضاف جاد فوجئنا هذه الجمعة بوجود شخص يرتدي الزي الأزهري دون أن يكون معه ما يفيد من المديرية بكونه المكلف بالخطبة وحاولنا الاتصال بمدير أوقاف العامرية فلم يرد على الهاتف وأصار هذا الشخص على عدم تقديم ما يفيد أنه مكلف بالخطبة أو حتى ما يثبت هويته وتابع جاد رفض الأهالي أنفسهم أن يسمحوا لشخص مجهول أن يصلي بهم فربما كان منتحلا للصفة وما أسهل أن يرتدي هذا الزي من يريد أن ينتحل الصفة لسيما في فترة الاضطرابات التي تعيشها البلاد وأكد جاد ترحيبه والأهالي بخطباء الأوقاف الذين كلفتهم مديرية أوقاف العامرية بالخطبة مضيفا لو كان هذا الإمام قد أبرز لنا حتى إثبات شخصيته لما قامت مشكلة من الأساس اجتمعت الهيئة العليا لحزب النور أمس السبت برئاسة الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب وبحضور سيد مصطفى خليفة نائب رئيس الحزب والمهندس جلال مرة أمين عام الحزب ناقش الاجتماع عدة موضوعات ومنها كيفية دعم الكتلة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب وتكوين مؤسسة النائب واللجان الفنية الداعمة لهما دعت إدارة مركز شباب قوم القناطر وأهالي قوم القناطر نائبي حزب النور عن دائرة أبو حمص وإدكو الدكتور أحمد العرجاوي والدكتور محمود رشاد لمناقشة مشاكل المواطنين وتم عرض المشاكل الخاصة بالقرية والتي تؤرق حياة المواطنين هناك عقد حزب النور بإيتي البرود بمحافظة البحيرة جلسة عرفية بمقر الحزب بشارع مجلس المدينة بين عائلتي أبو الخير من قرية العيون وعبادة من قرية قلشان وصرح أشرف الغنيمي أمين حزب النور بإيتي البرود بأنه تم التصالح والتراضي بين العائلتين وأن الحزب في خدمة المواطنين ولن يدخي رأي جهد في خدمة أبناء إيتي البرود تابع أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف نائب حزب النور عن دائرة العامرية بالإسكندرية تحرك إدارة الحي لرصف الطرق مقدمين لهم جزيل الشكر على الجهد المفذول لخدمة الدائرة هنأ حزب النور الدكتور رجب عبد التواب عضو مكتب الأمانة العامة للحزب لحصوله على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية العلوم جامعة عين شمس في رسالة بعنوان تطوير مواصفات الأسفلت عن طريق متراكبات البوليمرات النانومترية للاستخدام في التطبيقات الصناعية تقدم 23 صحفية من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب يحيى قلاش وأعضاء المجلس تحمل رقم 6964 تطالب بإحالة خالد صلاح رئيس تحرير موقع اليوم السابع للتحقيق لنشره فيديوهات جنسية منسوبة إلى مرشح حزب النور قبل صدور أي تقارير فنية من جهة قضائية تثبت صحتها فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مزارعين فلسطينيين وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح أكد وزير الدفاع الروسي أن تركيا والاتحاد الأوروبي أغلق المجال الجوي أمام القاذفات الروسية جاء ذلك بحسب ممثته فضائية العربية الحدث على قناتها أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تحفظها على عبارة العودة الطوعية للنازحين السوريين التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الليلة الماضية حول الحل في سوريا واعتبرت الوزارة في بيان لها أن الإصرار على طوعية العودة إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية توطين السوريين في لبنان قال حزب الله اللبناني الشيعي اليوم الأحد إن غارة صهيونية على مبنى سكني في منطقة جرمانة في دمشق بسوريا أدت لمقتل الناشط اللبناني سمير القنطار قالت مصادر عسكرية وقبلية يمنية أمس السبت إن 68 مسلحا على الأقل لقوا مصرعهم في اشتباكات بين القوات اليمنية والمسلحين الحوثيين شمال غرب اليمن قتل ثلاثة أشخاص السبت في مدينة نجران بجنوب السعودية في سقوط قذائف مصدرها الأراضي اليمنية بحسب وكالة الأنباء الرسمية ينتهي اليوم الأحد اليوم السادس من المباحثات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا وسط تعنت المتمردين الحوثيين في تنفيذ إجراءات حسن النواية المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمتضررين قصفت طائرات دول التحالف العربي فجر اليوم الأحد مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء أحرزت القوات الشرعية في اليمن تقدما ميدانيا في مناطق شمال غربي البلاد وذلك بالتزامن مع اندلاع معارك ضارية مع المتمردين الحوثيين وميليشيات علي عبدالله صالح شمالي اليمن شب حريق هائل في السوق الشعبي العثماني المغطى في بلدة كاتشي أورن بأنقرة فجر اليوم الأحد مما تسبب في احتراق نحو 250 محلا تجاريا ودمالها بالكامل قالت وزارة الخارجية التركية أمس السبت أن تركيا أقرت بوجود سوء فهم مع العراق فيما يتعلق بأحدث انتشار للقوات في قاعدة بعشيقة العسكرية في شمال العراق وذكرت وكالة فرانس بريس أن تركيا تعلن عن سحب قواتها من العراق استجابة لطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت حركة طالبان في بيان لها أمس أنها ترفض الدعاء زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بأنه خليفة لعموم المسلمين ويأتي بيان طالبان باكستان إثر رفض مماثل من طالبان أفغانستان بعد إعلان قيادات صغيرة في الحركتين مبايعتهم للتنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا وفقا لرويترز أجرات أمس قناة العالم الإيرانية اتصالا وهميا أمام المشاهدين زعمت فيه استضافة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر ليتكلم عن تطورات الأوضاع في اليمن برغم من أن جار الله غطيل قبل حوالي 15 سنة في 28 ديسمبر 2002 بحسب آخر الأنباء قال وزير داخلية نيجر أمس السبت أن السلطات اعتقلت تسعة ضبات بالجيش بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب ليتضاعف بذلك عدد المعتقلون الذين أعلن عنهم رئيس البلاد الأسبوع الماضي قالت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل إن دوي انفجار سمع في محيط فندق سويس إن بمدينة العريش شمالي سيناء قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على الطلب المقام من الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس الخاص بتأسيس حزب جريد تحت مسمى حزب التحرير قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيى قلاش إحالة أحمد موسى عضو نقابة الصحفيين للتحقيث أمام لجنة آداب المهنة المنصوص عليها بقانون نقابة الصحفيين لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي بنشره صور فاضحة للمخرج خالد يوسف بناء على الشكاوى المقدمة للمجلس من أعضاء بالجمعية العمومية قال الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أسود الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة لأن هناك مجموعة من الأداب يجب أن يتحلى بها الشخص حال دخوله إلى المساجد التي هي بيوت الله في الأرض وأضاف العواري في تصريحات صحفية له أن دخول المرأة للمسجد دون أن تغطي رأسها إثم لأنها في حضرة المولى عز وجل منوها إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بأداب المساجد وأنه يجب التحلي والالتزام بالأداب التي يجب أن يكون عليها المسلم سواء داخل المسجد أو خارجه كانت قد سارت حالة من الغضب بين أهالي بور سعيد صباح أمس السبت عقب انتشار صور لنائبة قائمة في حب مصر ببور سعيد سعاد عبد الفتاح المصري وإحدى كوادر حسب المستقبل وطن خلال تواجدها داخل المسجد الكبير ببور فؤاد دون حجاب أثناء جولة تفقدية للمسجد في وجود كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي ديار المصرية الدكتور شوقي علام بحسب الفتاح أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إنشاء مرصد الإسلاموفوبيا والذي يختص برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعالجتها وتقديم كافة التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج أفرجت الأجهزة الأمنية في محافظة شمال سيناء أمس السبت عن دفعة جديدة من أبناء سيناء الذين كانوا محتجزون في أحد المقار الأمنية بمحافظة الإسماعيلية أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري 29.49 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 37.86 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 22.1% طالب كمال أبو عيط وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق باللجوء السياسي إلى أي بلد عربي ما عدا قطر خلال المؤتمر الذي عقده بنقابة الصحفيين لرد على الاتهامات التي وجهت له في قضية فساد وزارة القوى العاملة كرم المهندس سياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز معلومات جامعة الفيوم وذلك لتمييزها ضمن أفضل خمس جامعات مصرية في مجال تنظيم إنوف إيجيبت وذلك ضمن فعاليات الحفل الختمي الذي نظمه مركز الإبداع التكنولوجي وريالة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأعمال مسابقة ابتكار وبرنامج إنوف إيجيبت الذي يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ينفذها المركز لتعزيز ثقافة الإبداع لدى شباب الجامعات وتشجيعهم على تطوير أفكار متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي جمع القرآن من سلسلة غاية الإحسان فضيلة الشيخ أحمد فريد باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم من سلسلة الشرح المفهم لمن فرد به البخاري عن مسلم والمحاضرة السادسة والعشرين من سلسلة تفسير سورة الفتح ورمي الجمار عدد الحصى من سلسلة باب الحج من فقه السنة فضيلة الشيخ ياسر برهامي المحاضرات من الثانية وحتى الخامسة من سلسلة تفسير سورة التوبة الشيخ سعيد السوح شرح حديث التلبية ثلاثة من سلسلة كتاب النوافل من الترغيب والترهيب الشيخ إيهاب الشريف انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته